مستمري معكم جديد كابتن أيمن شاوي وكل نجوم للسوء التحليلي وكل جمهور النادي الآل الحقيقة محمد هاني معنا في هذه اللحظات الأكيد يعني الفترة اللي جاء إن شاء الله بيتمنله كل التوفيق بيتمنى كل لعبتنا التوفيق على أداءهم المميز ده هاني مبروك الفوز فوز مهم جداً الحقيقة فريق سموحة عنده عناصر مميزة وعنده مدير فاني مميز لكن تحضرنا باللي احنا شايفينه بالتاكتك والخطة دي واضح إن احنا اشتغلنا بشكل كبير في وقت قليل جداً شايف الجيم ازاي وحابب تقوله هاني طبعاً بمسع كابتن أيمن وكل الديوف الموجودين يعني طبعاً زي ما انت قلت يعني فريق سموحة فرقة كويسة جداً ومن الفرقة اللي انت يعني وانت نازل بتلعبها بتبقى مركز أكتر لكن احنا الحمد لله احنا بقلنا فترة الرتم بتاعك كويس طريقة اللعبة الجديدة اللي الراجل بيلعب بها يعني يمشي كويس حمد لله وعمل نتائج كويسة احنا ببارك الكريم كريم او مرة يشارك يعني في النهد الالي دي احلى احلى لحظة في حياته يعني دي من احلى اللحظات في حياته اما او ماتش العب فطبعاً ببارك له كان كويس جداً ما شاء الله يعني وعمار برضو طبعاً بس يعني هي زي ما قلت لك احنا محضرين واخدين كل مرحلة كده مرحلتها المرحلة اللي فات دي كالثلاث ماتشاط ان احنا هنطلع بالثلاث ماتشاط دول كازبانين عشان احنا يبقى عندنا وقت كبير جداً للفتر التوقف دي بس عشان برضو انت يعني تخلص يعني فتر التوقف دي تبقى انت اول الدور يعني الروح اللي فيها هاني وانت بتقول كريم وانفرحاله جداً واكرم كمان ما بيقدي بتشيد بأداءه ده سر من اسرار نجاح على معتقده هاني نجاح فريق النادي الاهلي اي حد يكون متواجد اللي هيكون متواجد عارف ايمة النادي الاهلي وعارف شيرت النادي الاهلي ده سر اسيج من اسرار نجاح طبعاً لا احنا يعني احنا في النادي الاهلي تعاودنا ان ما فيش حاجة اسمها انا ما بلعبش ولا انا ما هي دي الكورة عمتاً يعني هي دي الكورة وانت اي واحد يعني لازم يحط في دماغه ان هو بيلعب انا بكت بيلعب وده بيلعب وبعد كده واحد هيجي بعدين هيلعب فعمره طبعاً ما يبقى في حاجة وحشة احنا بنا وبين بعض حتى يعني لعبت النادي الاهلي كلها في حب وكله بيتمنى خل زميله عشان كده لما اي حد بيشارك ربنا بيكرمه عشان هو من جواهي بيبقى كويس فلا يعني عندنا بصراحة محدش بيتكلم مين يلعب مين ما بيلعبش دي رؤية المدير الفني انت لدورك ان انت تشتغل وتتعب وتعمل عليك عشان لما تنزل ربنا يكرمك بس بنحضر بشكل جيد جداً وسماني بيقرأ بشكل جيد جداً عيبة تماراً بشكل كويس لكن الجمهور الحقيقة دوره مهم جداً شوفنا في برات المحلة في السوائن الاخيرة تشجيع وتحفيز وحماس كبير جداً النهاردة كمان رغم قلة العدد بتحسوا بايه في الملعب وازاي بيديكوا باور كبير يا هاني بص انا انا من اسعد الناس وصراحة بعد يعني قرار ان الجمهور بدأ يرجع تدريج ده يعني بجد الموتشوب مختلفة يعني احنا السنفات دي لعبنا كلها مغير الجمهور تقريباً لا الجمهور هو في الملعب حاجة تانية والله يعني بجد بيدي اللعبة حافز وبيخلي الموتش كويس الكرة دي لالجمهير اصلا الكرة دي لازم في جمهير ولازم بصراحة جمهير الاهلي عاطول في دهرين عاطول معانا يعني انا انا لما راح نموتش المحلة تقريباً الحتة بتاعت الاستاد بتاعتهم متأفلة يعني الناس جاية ورا الناد الاهلي من كل حتة ودي حاجة يعني يعني اللعيب هو نازل لازم يموت نفسه ولازم يعمل اقصى حاجة عشان خطر الناس اللي بتيجاوراك في كل حتة دي يعني جمهور اللعلي ده حاجة مختلفة يعني يعني طبعاً نفسي ان العدد يزيد ونفسي ان الدنيا تبقى اكتر وفي جماهير اكتر بس انا متفائل يعني الحمد لله خلاصت دوري ويف وعندنا بقى مرحلة فترة طويلة جداً ان شاء الله نستفيد بها بشكل كبير سواء في موجود معسكر مغلق او ايضاً كمان معسكر بنسبة الامارات لكن كل الامور ده هيتم حسماع مكاب تنسى حافز مطلوب اي من اللعيبة الفترة اللي جاية دي عشان نستمر هنا على الاداء المميز وعلى الاصرار الكبير اللي في لعبتنا دي بص انت خلصت المرحلة بتاعتك اللعيبة اللي هتروح المنتخب طبعاً كل التوفيق اللعيبة اللي رايح المنتخب يعني يعملوا حاجة كويسة ان شاء الله في البطولة اللعيبة التانية اللي مش هتروح بقى انت تقريباً هيبقى فيه اجازة وهنرجع بقى طبعاً هنحضر يعني هنحضر تاني عشان هيبقى فيه فيه مطشط جاية فيعني انت بتاخد الفترة بتاعتك ان انت بتاخدها اجازة بتتمرن بقى في الاجازة كل واحد يعني كل اللعيب وفيه اللي بيتمرن وفيه اللي بيقعد بس وبترجع بقى تشتغل تاني يعني قصرت علينا معلول والسولاية نوارد غيابهم قيمتهم كبيرة جداً الحقيقة لكن الكل الحقيقة اللي متواجد لا ليبقى من حضر لكن قيمتهم كبيرة الحقيقة علي معلول وعمر السولاية جداً وعملوا ليهم مكانة كبيرة جداً وهم اللي عملواها بتاعبهم وبعرقهم يعني ما حدش يقدر ينكر ده بصراحة لكن برضو النيد الأهلي يعني أي حد بيلعب بيبقى كويس النهاردة اللي جاب الجونر أي منقاشه وبيلعب باكليفت بقاله كتير جداً ما بيلعبش باكليفت جان بيلعب سردباك وكمل وجاب جونر فيعني طبعاً آه مقيمة وكل حاجة بس النهاردة الأهلي أي حد بتحطه في أي حتة بيلعب نهاردة كريم فؤاد نزل باكليفت فهو ده النهاردة هو ده العيب نهاردة الأهلي اللي بيفرق عن أي نادي تانية بس حبيب ربنا خليك شكراً من نشور أكيد كابل محمد هاني اللي بنيتمناله توفيق الفترة اللي جاية والفرصة جاية الفرصة جاية بالنسبة لكل اللعيبة كريم فؤاد الفرصة جاية محمد هاني متواجد أكرم توفيق متواجد أي حد بيكون متواجد مع فريق النادي الأهلي في القائمة الخاصة بأي مباراة لابد يكون كالعادة قلب روح النادي الأهلي روح الفناني الحامرة شخصية النادي الأهلي يا رب إن شاء الله تستمر هذا الأداء مع فريق النادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله طول ما فيه جمهور النادي الأهلي كلها إن شاء الله يكون انتصارات لنادي القارن النادي الأهلي